في هذا الإطار معروف أن السودان بلد متنوع الثقافات، الديانات، القوميات، اللغات كيف ممكن هذا العامل المميز للسودان أن يكون عامل بناء وليس عامل هدم كما جرى في آخر ثلاثين سنة فترة حكم الأقوان المسلمين أنا أعتقد أنه تعدد الجزور للهوية السودانية يعني الهوية السودانية هي ولدت من الرحمة للتنوع والتعدد منذ ما قبل الممالك المسيحية ومروراً بالممالك المسيحية والإسلامية وخلافه في السودان بالإضافة للتكوين التعددي زي ما قلت الفسيفسائي في البلد يعني حتى في ثقافات في أديان في لغات يمكن إذا حسن إدارته أو إدارة التنوع والتعدد أن نطلع بهوية قوية لأننا أعتقد أنه التنوع الجنور بقوي من المكون مش بضعفه إنما محاولة اختيار مكون واحد وإحتواره دل مطلق زي ما حاول النظام السابق أنه مكون العرب الإسلامي هو دل مطلق وإلغاء الآخرين دل يعبدور هدم يعني إنما التمازج وتلاقح هذه المكونات المختلفة لتطلع هدين قوي فيما يعرض بالهوية السودانية أو بالدولة السودانية وعن رأي الشفيع بالنظرة الدونية من قبل الشمال تجاه الجنوب السوداني هذه طبعا نتيجة للممارسات سابقية يعني لسخة وزاد من سوء النظام السابق لكن هي موجودة بتأثيرات كثيرة يعني بتأثيرات التنمية غير المتوازنة بتأثيرات أنه الأبناء المناطق احنا نسميهم المناطق المهمة يعني ما لقوا فرصة في التعليم ما لقوا فرصة في أنه يكونوا أنهم ينجزوا من العمل وأنه المهنة الممكن نسميها مهن زي كذا كان قصرة ومحصورة على المنمارات النخبوية في الشمال بتخلي شعور بالتعلاء وشعور بالدونية برضو عند الآخر دخل الكبير ولعم دور كبير في تدمير البنية الاجتماعية السودانية يعني إنخاذيات لعبت في هذا الدور وساعدت وزادت زيادة يعني ضعفت التأثير يعني الصحيح العودة إلى أنه لأ إحنا عندنا هوية سودانية في عندها مكون عربي عندها مكون إسلامي مكون إفريغي مكون مسيحي مكون محتخاذات محلية مكون حتى لا ديني في البلد موجودة نحترم ذا كله ونخرج منه بمكون يمكن أن نساعد في بلاده السودانية غنية